من جانبه تعهد رئيس إقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني خلال توقيع المذكرة بإنجاح عمل الشركات الأمريكية في الإقليم من جاته قال نايب مساعد وزير الخارجية الأمريكي أندرو بيك إن بلاده ستستمر بدعم إقليم كردستان في إطار الدولة العراقية وينضم إلينا من أربيل مراسل الحرة يوسف المندلاوي يوسف ألم بك إلى نشرتنا هل بالإمكان أن تضعنا في تفاصيل هذه المذكرة التي تم التوقيع عليها الشركات الأمريكية مجالات الاستثمار وما إلى ذلك نعم مساء الخير محمد لك وللمشاهدين طبعا هذا الحفل الذي أقيم يوم أمس أو ليلة أمس هو تجمع الثاني الكبير الذي يقام في أربيل بعد أن إقامة حفل تجشين بناء أكبر قنصلية أمريكية ربما في العالم في أربيل هذا التجمع كان مهم جدا حضره مسؤولون من وزارة الخارجية الأمريكية ومن التجارة الأمريكية وأيضا مسؤولين من تجارة بغداد العراق وغرفة التجارة في إقليم كردستان يعني توقيع الاتفاقية كانت مهمة واضح أنه حضور رئيس إقليم كردستان هو الذي حضر حفل توقيع هذه الاتفاقية الاتفاقية تضمن العمل على تشجيع قدوم رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين إلى إقليم كردستان وفتح الأبواب كما قال نيتشيرفان بارزاني أمام جميع الشركات الأمريكية قال إن الإقليم يرحب بجميع الشركات الأمريكية ورجال الأعمال وسيقوم بتسهيل وتشجيع ويعني إعطاء قوانين يعني تشجع المستثمرين ورجال الأعمال الأمريكيين للقدوم إلى أربيل أيضا تعهد بحل كافة الإشكالات التي ربما ستقف حاجزا أمام قدوم الشركات الأمريكية أيضا من ضمن الاتفاقية تشجيع قامة المعارض الدولية ما بين الإقليم خاصة وأن كما تحدث لنا أحد أعضاء غرفة التجارة في كردستان بأن حتى هذه اللحظة يعني مستوى التمثيل التجاري ما بين أربيل والولايات المتحدة حتى هذه اللحظة ما زال ضعيفا هم يتطلعون إلى تقوية العلاقات التجارية مع أمريكا فتح الأسواق الكردستانية أمام الشركات الأمريكية طيب يوسف مقارنة بهذا الاتفاق بين أقريب كردستان والولايات المتحدة ما هو حجم الوجود الغربي الأوروبي مثلا في مجال التجارة والاستثمار في الإقليم ولو يجاز نعم هذا السؤال وجهناه لرئيس غرفة التجارة في أربيل هذا اليوم قال إن مستوى التجارة ما زال ضعيف ربما المسافات البعيدة التي تفصل كردستان عن الدول الغربية وأيضا الولايات المتحدة العلاقات الاقتصادية يعتمد إقليم كردستان بالدرجة الأولى على جيران العلاقات الاقتصادية مع تركيا مع إيران هناك حدود مشتركة وهناك بوابات اقتصادية لذلك ربما هذا ولكن يبدو أن نيتشيرفان بارزاني الذي حصل على منصب الرئاسة يريد أن يوسع حجم العلاقات التجارية مع الغرب وخاصة مع الولايات المتحدة من أربيل مرسل الحرة يوسف المندلاوي شكرا جزيلا لك الكريستال والافيون والوردي مواد مخدرة يتم بيعها وترويجها في العديد من مناطق الديالة بعد إدخالها عن طريق إيران بحسب مصادر أمنية وهو ما دفع قوات مكافحة المخدرات لتنفيذ عملية أمنية انفرضت الحرة بتغطيتها شملت أحياء التحرير والغاتون والمنجرة ومناطق أخرى وقد أسفرت عن اعتقال أحد كبار التجار مع ضبط كميات كبيرة من المواد صوب أحد الأماكن المشفوهة في حي التحرير وسط مدينة بعقوبة تحركت قوات مكافحة المخدرات ورافقتها الحرة حصريا الهدف وصف